قتل خمسة سياح أجانب في هجوم نفذه مجهولون في منطقة عفر التي تقع شمال شرقي أثيوبيا بالقرب من الحدود الإيرترية مصادر إعلامية أثيوبية ذكرت أن عددا من السياح جرحوا وتم نقلهم إلى المستشفى المجاور المعلومات الأولية تشير إلى وجود ألماني ونمساوي من بين الضحايا وإصابة ألمانيا آخر بجروح خطيرة في الهجوم كما خطف ألمانيان آخران السلطات الألمانية شكلت خلية أزمة لمتابعة الأمر إيرترية التي أعلنت عن عدم تورتها في تلك الهجمات نفت تدريب أو تسليح المقاتلين